الصدف أو الصدوف هو إعراضك عن الشيء وعدولك عنه تقول صدفت عن الشيء أصدف عنهم وذلك إذا أعرضت عنه وملت قال تعالى فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون فالصدوف عن آيات الله هنا هو الإعراض عنها والصد والعدول وصدوف اسم تسمت به النساء بالجاهلية بل ذهب بعض اللغويين إلى أن الصدوف هو علم للنساء جميعا بسبب صدوف المرأة عن الرجل إعراضها عنه فتقول صدفت المرأة عن عاشقها تصدف إذا أعرضت عنه فلهذا السبب صار صدوف اسم لجنس النساء جميعا تقول جاءت صدوف ومررت بصدوف أي جاءت مرأة ومررت بمرأة وربما تذكرون مطلع قصيدة سبيع بن الخطيم التي مرت بنا في الموسم الأول من الأمال بانت صدوف فقلبه مخطوف ونأت بجانبها عليك صدوف وهذا دأب الشعراء في تسمية المرأة بالصفة الغالبة عليها فإذا غلب عليها الصدوف الذي هو الإعراض سموها صدوفة وإذا غلب عليها العذل سموها عاذلة أو عذولة وإذا أكثرت ظلم من يهواها سموها ظلوم أظلوم إن مصابكم رجلا أهدى السلام تحية ظلم وقد كان العباس بن الأحنف كما تعلمون يكني بظلوم عن اسم محبوبته لأنه يكتم اسمها كما في قوله إليك أشكو رب ما حل بي من ظلم هذا الظالم المذنبي إن سيل لم يبذل وإن قال لم يفعل وإن عوتي بلم يعتبي ظلوم يا ظالمتي إنني قلت لك الحق فلا تغضبي دمتم بخير